ويبقى ده كمان يفتح أمام أولادنا حاجة مشهورة جدا 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 عند جيل ما بعد الألفية اللي هو إيه؟ اللي هو الفومو الخوف من الفوات ليه؟ مالفرص قليلة فأنا خايف تفوتني أنا مش حاسس إن الحياة واسعة لأننا لو كنت حاسس إن الحياة واسعة مش أخاف إن فيه فرصة تفوتني مع إن الحياة في الحياة هي واسعة وده الأصل والأصل في الحياة هو الوسعة اللي حضرت النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا طول الوقت وبيحدثنا عن رب العزة عشان ناخد الكلام من مولانا سبحانه وتعالى ويبقى مريح أنفق أنفق عليك وقال يد الله ملأ لا تغيض نفقة سحاء الليلة والنهار يعني إيه اللي حاصل؟ يا ولدي مفيش فرصة عضية كمل واجتهد إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن نتقنه إتقن عملك وإنت قلبك مليان يقين بإن أنت مش عضية ما فيش حالة تفوتك تربية أولادنا على إن الحياة ديقة بتخليهم يستهلكوا نفسهم ويبقوا حسين دايما أنه مفيش فايدة يا الله على فكرة مفيش فايدة اللي بتيجي من إن الحياة ديقة إيه اللي بيخلي أولادنا يدمنوا السوشيال ميديا وبيبقوا حسين بالقلق طول الوقت من إنهم يفوتهم حاجة اللي احنا سميناها الخوف من الفوقات فكرة إن أسباب السعادة محصورة في أشياء قليلة تصور الضيق الحياة بيكرس الفردانية والأنانية في الأولاد وحضرت النبي صلى الله عليه وسلم كان دايما بيعلمنا حقيقة الوسع لما جاءه الأعراب فدخل ثم صلى ثم قال الله مرحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا فقال صلى الله عليه وسلم لقد تحجرت واسعا إذن كل حاجة مبنية على الوسع ولما رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا إن الصدقة بتقع في يمين الرحمن فيربيها لكم كما يربي أحدكم فلوة وحتى تصيرك الجبال فيبع عندنا فكرة الوسع الحياة واسعة ومن المعاني اللي بتخلي أولادنا يتصدموا في الحياة كمان تصورهم المثالية المطلقة اللي هي البرفكشنست إن هو يحس بقى بالمثالية فلما يشوفوا شيء من الناس مثلا على غير المثالية دي تصدموا ويعيشوا بغرابة جدا جدا هو الناس بتتكلم كده ليه هي الناس بتتصرف كده ليه مع إن المثالية دي وهم والناس مش ملايكة ونزاك من أخطر التصررات اللي بيربي بفيها بعض المربيين أولادهم إن علامة التدين هي كراهية الحياة يلا عشان نكمل بقى إن انت عشان تبقى متدين تفضل متدائق من الحياة مع إن الله سبحانه وتعالى يقول من عمل صالحا من ذكر أو أنسى وهو مؤمن فلا نحيانا هو حياة طيبة فالآية بتدلنا على إن الجايزة اللي يديها الله سبحانه وتعالى لمن عمل عملا صالحا الجايزة وإن نعيش حياة طيبة وحضرة النبي علمنا قيمة مركزية في حياتنا ويحب الحياة لأنها نعمة فقال صلى الله عليه وآله وسلم إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع فإن استطاع ألا تقوم حتى يغرسها فليغرسها يعني إيه؟ يعني الحياة نعمة ونزلك مهم بقى أن احنا ربي أولادنا أن هناك فارقا كبيرا بين الحياة والدنيا الحياة وياسعة الحياة النعم والخير والبركة والنور الدنيا مجرد وسيلة وفي المقابل تربية أولادنا على معنى أن الدنيا غاية وأن قيمتهم في الحياة بكم استهلكم للأشياء اللي بتبقى علامة على الرفعية وقدرتهم أنهم يشتروا كذا وكذا ده بيخليهم يحسوا بالخواء والفضيان وتحس كده أنه من جوة مفوش شيء مفوش قيمة لأن الشراهة ملت قلبه ومهما كان عندهم بيحسوا برضو بعدم الكفاية وبالجوة ترجمة نانسي قنقر